مئة مشارك وزعوا على خمسة وعشرين فريقاً في مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي والتي انطلقت بحلقة عمل تعريفية حول الأهداف الرئيسة للمسابقة بما في ذلك تعزيز الابتكار وبناء القدرات التقنية والاهتمام بالمواهب في هذا المجال المتطور سابقة تمتد لأكثر من 28 يوم الهدف الرئيسي منها هو إيجاد حلول لتحديات متكرة في مختلف المجالات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي طبعاً عندنا مسارات للمسابقة اليوم أول مرحلة من مسارات المسابقة وهي الورشة التعريفية العرض التقديمي عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته المتنوعة في مختلف القطاعات عرف المشاركين على ما هي المشاريع المطلوبة كما تتضمن المسابقة جلسات تعريفية إلى جانب شرح منصة التعلم الإلكتروني الام اس بالإضافة إلى أنشطة تطبيقية لتعزيز التواصل بين المتسابقين مشروعنا باختصار هو أن نحن الآن من قطاع الصحة نزين ومسوين مشروع حال المجتمع العماني بحيث أن الناس حالياً يعني لو تلاحظ منتشر مرض السكر مرض الضغط فنحن مسوين فكرة يعني أن نسوي موقع وموقع أبليكيشن حالهم أن حال نوع الأكل عماني أنه بحيث لعلك ناتشر اللانجوج حال الإنسان أن يفهمه نزين؟ فهو بحيث الأكلات اللي يحبها يقدر يختار وبيست أن اليوزر نزين يطلع للأشياء اللي يحتاجها مشروعنا باختصار هو عبارة عن توليد تقارير طبية ومتخصصة التي تخرج من الأجهزة إلى الطبيب ومن ثم الطبيب يقوم بقراءة التحاليل ومن ثم أعطاه للمرضى ولكن نحن اخترعنا نظام يكون هذا النظام هو الذي يعطي للمريض الإجابة بدلا من الدكتور مباشرة مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي تشتمل على عدة مراحل تبدأ بالمعسكر التدريبي المكثف مرورا بتطوير الحلول التقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وصولا إلى التقييم النهائي وختام المسابقة تعد هذه المسابقة مبادرة رائدة وبداية لمنافسة تقنية تهدف إلى تحفيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي إذ تستهدف المواهب الواعدة من الطلبة والباحثين عن عمل عبدالله بصالح ريسي مسقط مساعدة